اشتركوا في القناة فيما فيها بقى مواعيد القيد فيما اللعيب الأجانب يعني عداك شايفت أهم النقط اللي موجودة في الله والله طبعا كل النقط مهمة بالنسبة للفرق المشاركة في الدوري إنما أنا بشوف أنه يعني واضح أنه هيتخذ هذا الموسم كمرحلة انتقالية لأنه الأندية كلها متعاقدة مع لعيبة ومرتبطة وبالتالي بقى فيه مرحلة انتقالية تستمر هذا الموسم لحين إن شاء الله بمعنى مرحلة انتقالية اللايحة دي بداية من الموسم القادم ما هي بداية من الموسم القادم تستمر طوال الموسم وفيما بعد ممكن يعاد النظر فيها لأنه الأندية مرتبطة بتعاقدات يعني طبعا أهم ما فيه أنه أربع لعيبة أجانب من حق كل نادي زائد لاعب يعامل معاملة المصري من عد الدول منها المغرب العربي منها فلسطين سوريا المنطقة الليها العربية طبعا السماح بقيد 30 لاعب زي السنة دي زي السنة دي اه في قايمة كل فريق فيه برضو من الأشياء المهمة أنه السماح للعبين بالانتقال الحر في حالة تأخر النادي في سداد المستحقات لمدة شهر شهرين شهرين بناء على قرار من لجنة شؤون اللاعبين برضو دي بتحل مشاكل كتيرة جدا بين اللعيبة وبين الأندية بتاعتها طبعا فترة التسجيل الأولى المفروض أن هي هتبتدي السبت 10 أكتوبر عشرين عشرين وتنتهي أربعة نوفمبر عشرين عشرين هتنتهي أربعة نوفمبر وبالتالي لو ان شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون في المباراة النهائية تمانية المباراة تبقى يوم تمانية وبالتالي مخاصة أحمد فتحي مش هيكون موجود في النادي والله أنا بالنسبة لأحمد فتحي تحديدا يعني الفترة اللي فاتت دي يا كابتن هاني ومن قبلها والله أنا وجهة نظري أنه أحمد فتحي أفضل مكان له في الفترة القادمة هو النادي الأهلي يعني ويمكن هو ألمح لكده في أنه مع رحيل فيلر وكان في فترة بتاعته أسمح لك أستاذ جمال لأنني برضو أنا لي وجهة نظر برضو نتناقش موضوع أحمد فتحي لكن معنا تقرير طبعا عن الليحة الجديدة لاتحاد الكورة نشوف الليحة والنقشة مع الأستاذ الكبير جمال زهير أيام قليلة ويفتح باب القيد الصيفي لأندية الدور المتاز وذلك بعدما أعلنت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكورة بعض التعديلات الخاصة بقيد اللعبين وكذلك انتقالاتهم بالنسبة للموسم الكوروي المقبل وتم الإبقاء على نفس تعليمات قيد الموسم الماضي بشأن عدد اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق بحيث يسمح لكل فريق بقيدي ثلاثين لاعبا يأتي ذلك في الوقت الذي حدد فيه اتحاد الكورة عدد اللاعبين الأجانب بكل فريق بأربعة لاعبين على أن يتم تقليص عددهم في الموسم بعد المقبل بالإضافة للاعب آخر من فلسطين أو سوريا أو شمال إفريقيا يعامل معاملة اللاعب المصري على أن تطبق تلك المادة هذا الموسم فقط كما لا يجوز إشراك لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات وبالنسبة لإعارات اللاعبين فأتاح اتحاد الكورة للأندية إعارة أي لاعب بمدة لا تتجاوز مدة عقده الأصلي بحد أقصى خمسة لاعبين على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار أو المستغنى عنه أو الذي أنهى عقده بالطراضي من قائمة ناديه وقيد لاعب منه بحد أقصى خمسة لاعبين كما أغلقت اللائحة الجديدة الباب أمام المدرب الذي يفسخ تعاقده مع ناديه من جانبه من الانتقال لتدريب ناد آخر مع إنكانية انتقال المدرب لتدريب ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط بالموسم فيما قررت اللجنة أيضا حصول اتحاد الكورة على نسبة خمسة عشر بالمئة من جميع حقوق المسابقات في جميع أقسام الدور العام يضاف عليها أربعة عشر بالمئة ضريبة القيمة المضافة وتم إرسال تلك التعديلات لجميع أندية الدور من أجل العمل بها خلال الفترة المقبلة رجعنا مع حضراتكم مرة تانية أستاذ جمال زهيري كنا بنتناقش في عملية أو مواعيد القيد مواعيد القيد زي ما اتطرح في اللايحة أن يوم أربعة حداشر ده نهاية الفترة الأولى للتسجيل مش من المتوقع يعني من المتوقع أن الانتحاد الكورة أو اللجنة الخمسية لما يكون عندنا ثلاث فرق بيلعبوا في البطولة الأفريقية اذا كانت شام يزليجة أو كونفدرالية مراعاة الأندية دي ووضع تاريخ يسمح الأندية دي أن اللعيبة الموجودة معها هتكمل هذه البطولات وخصوصا أنها تعتبر نهاية الموسم الفعلية نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا معروف معايده وإحنا زي ما يمكن اتكلمنا في أثناء التقرير أن مواعيد البطولة الأفريقية السنة دي استثنائية صحيح فطبيعي جدا أنت كاتحاد كورة عارف أن المباراة النهائية تقام سبعة أو تمانية نوفمبر كان ممكن جدا وأعتقد الوقت ما زال متاح يعني أنه ده يتعمل يعني هو وفكرة إزاي ما فكروش في كده يعني إزاي أنت فط التواريخ ديت مش مفكر آه لا إحنا عندنا أهلي وزمالك وبيراميدز بلعبوا البطولة الأفريقية طب مباراة النهاية دي معروف نهايتها إمت أو مباراة النهاية إمت وبالتالي المراعاة في المواعيد دي هي المسألة سهلة جدا بس ممكن تكون يعني الغريب أنها تروح عن بال الناس اللي بيحطوا اللوايح يعني يعني أنت عارف المواعيد وبعين أنا بقول عارف المواعيد كمان هي مش دي المواعيد المعتادة يعني في مواعيد عشان أنت عارف يتأجل النص النهاية يتأجل وبالتالي النهاية يتأجل لا وعندك فترة كورونا دي كلها البطولة كلها متأجلة يعني كان مفوت تخلص قبل كده بكتير فأنا يعني برضو من خلال برنامج حضرتك بناشد أنه هو مش عيب أبدا أنه يحصل تعديل والتعديل ده على فكرة مش بنقوله عشان مصلحة النادي الأهلي أو عشان لعب مثلا بحجم أحمد فتح احنا مش بنتكلم على كده احنا بنتكلم على أنه تلت فرق ستدار من هذا الأمر صحيح صح؟ أو حتى لو ما فيش ضرر يستاذ الماد الطبيعي أنا بتكلم في اللوجيك الطبيعي عندك ثلاث فرق بتشارك في البطولة الأفريقية أو على مستوى الشاميزليك يعني هي معروفة طبيعي أنك المباراة النهائية طب القيد يعني بعد نهاية المباراة النهائية بيومين ممكن جدا والسؤال هي هتفرق إيه يعني يعني آه والله يعني أنا لما جا نقشها اللوجيك برضو هي فرقة إيه أربعة من عشرة نوفمبر يعني من عشرة أكتوبر لعشرة نوفمبر إيه المشكلة يعني مش هي بتبقى فترة تقترب من الشهر يعني هي شهر طب أنت ممكن جدا على فكرة دا يتم تعديله لا وارد وأنا أعتقد من الواجب أنا أبراين ومن الواجب لا هو واجب أنا بشوف أنه ضروري أنه يتم هذا التعديل يمكن إحنا بنستغرب أنه ليه ما تعملش من الأول بشكل طبيعي حتى يعني عصلا أنت مش بتجامل نادي معين أنت عندك ناديين في الدور قبل النهائي الأهلي والزمالك وارد جدا أن هما اللي اتنين يوصلوا صحيح ويقابلوا بعض مصبوط يعني حتى بقى إيه اللخبطة دي ما لاش أي داعي عندك بيرامدز أيضا في الكومفيدرالية فوارد أنه هو يكمل يعني سهل قوي أنه كان يتم مراعاة دا نتمنى أنه يراعا من البداية وبرضا أنا بقول لحضر كابتن هاني أنه الموضوع مازال في يعني إحنا لسه في في الأمر يعني يعني ممكن جدا جدا ممكن التعديل في المعاد أنا أعتقد الموضوع بسيط جدا مفهوش أنا مش شايف فيه مشكلة خالص واللي عنده اللي شايف فيه مشكلة يقول لنا بس أنا أعتقد أنه دا هيكون أصوب لكل الاندية التلاتة صحيح صحيح هما دول اللي احنا يهمون نتكلم بقى على الحاجات كمان الإيجابية من خلال اللايحة دية ودور وانتقال المدربين يعني انتقال المدربين وإحنا يمكن فتحنا الملف دا مع حضرتك إنا في البيت الكبير شايف البند دا ازاي لا أنا شايف أن دا بند مهم قوي أنه نقول هو البند بيقول لا يسمح لأي مدير فني أن يتولى ناديا آخر في نفس الموسم في حالة فسخ التعاقد من جانبه يعني لو هو اللي فسخ التعاقد خلاص يبقى دا قراره ولا يحق له التدريب لأي نادي الانتقال لأي نادي خلال الموسم بينما يسمح له بالانتقال لنادي آخر في حالة الاستغناء عنه حالة الإيقالة يعني بالزبط يعني لو النادي هو اللي أقاله خلاص يبقى من حقه أنه هو يدرب نادي آخر غير كده لو هو عشان بقى احنا نقضي برضو على ظاهرة تكرار الأسماء وعدم الجدية وبتمنى أنه برضو يكون فيه قيود على التعاقدات دي ما هو فيه باندي كمان وده واضح جدا أنه كمان توصيق عقود المدربين ده مهمة أول أنك توصق العقد بتاعك ما انت خلاص انت في حالة ان انت تعبطت مع نادي لازم العقد ده ده يتوصق في اتحاد القرى وبالتالي مش هتقدر حتى تتنقل للنادي تاني لو العقد ده مش مصر وهو ده بيدي جدية للمسابقة وبيدي جدية وبيحفظ الحقوق على فكرة يعني هو يحفظ حقوق المدرب وحقوق النادي مش عايزين نشوف تاني المشاهد اللي احنا بنتفرج عليه دايما يا كابتن اللي هو انه الكلام الاتفاقات شفاوية طب احنا بنعمل اتفاقات جيدة جدا ندربين اشتغل من غير عقود اه اشتغل من غير عقود ما ينفعش هنقول كلمة شرف او اتفاق جين تلمان او الكلام ده انا بعتقد ان ده بيفتح باب مشاكل يعني الصح بقى انه اتحاد القرى يبقى له دور واذا ده تم لانه واضح انه قرار اذا ده تم هيبقى احد الاشياء المهمة اللي عملها اللجنة الخماسية اعتقد بنت تضمن الجدية الجدية كمان والمنظر السيء والشكل اللي يمكن اللي احنا شوفناه السنة دي من انتقال المدربين والكراسي الموسيقية اللي كانت حصلة فيه المدربين دربوا اكتر من خمس ستة اندية والمدرب ممكن يقعد يوم وتاني يوم مباراة واحدة اه اه فزي ما احنا اتكلمنا هنا في البيت الكبير حضرتك هنليك رأي مهم جدا ان ده كمان بيقلل الفاليو بتاع الدور المصري وصفة الدور المصري بيقل طبعا الجزء التاني انك ما بتديش فرص ما بتوسعش قاعدة المدربين بتوعك يعني المدرب هو اللي بيشتغل هنا بعد يومين بيشتغل هنا انت مفروضة لما تحط القواعد دي هتدي فرصة لمدربين اخرين انهم يحصلوا على فرصهم في التدريب ده بيكشف طبعا عن كفاءات كبيرة جدا يعني احنا شايفين مثلا حد زي عماد النحاس كابتن عماد زي كابتن كشري شوفنا برضو الانجاز اللي عمله مع فريق اسوان لابد ان احنا ندور في وسط لعبتنا المعتزلين او المدربيننا عن كفاءات جديدة تفيد في النهاية هي بتفيد الدوري العام بشكل اكيد عندنا كوادر تدريبية بس ياخدوا الفرصة واعتقد الدباند والسنة اللي جاية هيبقى شيء منظم بشكل احترافي بشكل كويس جدا ودي من الاشياء اللي جابية في الليحة لنقطة تانية في الليحة ايه رأي حضرتك في عدد الاجانب والسماح يعني او احتساب لاعبي شمال افريقيا او من فلسطين او سوريا انه لعيب محلي والله ايه هو طبعا حكاية احتساب لبعض اللاعبين الجنسيات معينة انهم لعيبة محليين ده بيأتي برضو في اطار العلاقات اللي بين اتحاد الكورة او مصر كدولة رائدة في كرة القدم مع الدول العربية الاخرى وبعض الدول اللي فيها مشاكل يعني اللي فيها ظروف استثنائية زي فلسطين زي سوريا ده ده في حد ذاته كويس وبيسمح ايضا انه يبقى فيه اربع لعيبة جانب يعني كده يعتبر خمسة يعني انت بتدي فرصة قد يكون سلبياتها برضو اللي لازم نقولها كابتن انه ده ممكن ياخد شوية من اللعيبة المصريين او اللعيبة المحليين بياخد فرصهم لان انت ممكن يبقى عندك لعيب جامد جدا في مركز معين انت مش تعرف تدي فرص للعيبة المصريين لان فيه لعيب عندك اجنابي او مش مصري واخد مكان جامد يعني محافظ عليك كان واحد ولد صغير طالع عنده 20 سنة 21 سنة ممكن جدا يكون واعد خلال سنتين تلاتة يكون كويس لكن بس هنقول برضو ان هي كرة القدم العملة الجيدة هي اللي بتفرض نفسها يعني لو فيه لعيب جامد او يستطيع ان هو يفرض نفسه على تشكيلة الفريق صحيح بس في بعض الاتحادات في ظروف معينة لو فيه المنتخب بشكل اساسي بيعاني من مركز معين هي ما دي يعني ممكن جدا بيطلع ان مثلا يقولك لا للسنتين اللي جايين لا مفيش مثلا احراسة المرمى مثلا احراسة المرمى بالذات مفيش اجانب يعني زي ما بيقولوا ايه متصانع يعني يعني هو فيه منع للتعاقد مع حراسة المرمى اجانب لان احنا جينا فترة برضو كان فيه حراسة اجانب وبالتالي ده بيأثر مركز حراسة المرمى تحديدا عشان المنتخبات انت مش هتجيب حارس اجنابي يبقى حارس منتخب مصر او هياخد فرص الحارس واحد او هياخد فرص الحراس تانين فهي الفكرة برضو لكن يعني هي فكرة كويسة واعتقد انه اللارب على عيبة دول واللاعب اللي بيعمل معاملة المصري ده ممكن يعاد النظر فيه الموسم القادم لان النهاردة الاندية كلها كابتناني متعاقدة ومرتبطة بالعيبة فمش هتقدر النهاردة تفك تعاقداتها يعني اذا انا بعتبر ده مؤلاء كويسة قوي لكل الاندية انها ابتداء من الموسم القادم تتوقع انه ممكن جدا عدد اللعيبة الاجانبي يقل فبالتالي يبقى فيه فرص للعيبة المصريين انما في النهاية برضو انا بقول انه الاجانب مفيدين مفيش كلام يعني انت النهاردة انت عندك اللعب الاجنابي ده بيضيف الى قوة فريقك سواء اهلي او زمالك او اي نادي بيضيف الى قوته خاصة في البطولات الافريقية يعني سيبك من موضوع الدوري لكن بيضيف لقوة الفريق حتى على مستوى الدوري يعني بنشوف بعض الفرق يعني انا في اعتقادي فيه بعض اللعيبة الاجانب في بعض الفرق اللي ما بتلعبش على المصار الافريقي بالزبط لا فيها لعيبة افارقة مميزة بالزبط كويس انا بقول يعني انه هو مفيد برضو الاحتكاك حتى على المستوى العالمي فيه اعتقد دول ما فياش تحديد لعدد اللعيبة الاجانب تجيب الفرق اتحاد الاوروبي اي حق يعني اي عدد ممكن يلعب من طالما اتحاد الاتحاد الاوروبي وانا عشان كده بقول ان هي يعني كرة القدم هي كفاءة ومنافسة لو فيه لعيب محلي يستطيع ان هو بمستوى يزيح لعب اجنبي بدون زعل يعني مش هنقول انه اصله اجنبي احنا بنتعامل معاه في كرة القدم على ان كرة القدم دي حاجة عالمية فما فياش يعني ما فياش عنصرية انه ده اجنبي وانا انا وطني والكلام بكل تستفيد منه تستفيد منه ويكون على مستوى اعلى من اللعيب اللي عندك مثلا ما تروحش تجيب للعيب ومسمى اللعيب اجنبي او لعيب افريقي ويكون عندك ولد ناشئ ممكن جدا يكون مستوى رايب منه فيه بند برضو معمول بالنسبة للعيب الاجنبي ان هو يبقى احد لعيبي القسم الاول او الثاني في بلده او في حالة استقدام لعيب اجنبي يجب ان يكون مقيدا باحد اندية القسم الاول او الثاني في بلده دي برضو نقطة ما كانش يزود عليها يكون لعيب دولي بالزبط كده يعني انا لسه كنت اقول ايه انه لو تزود فيها انه هو يبقى لعيب دولي فانت هتستفيد منه وهترفع مستوى المنافسة والتنافس داخل الدور المصري فده برضو يبقى اجمل واخبالك اكتراح وممكن الاكتراح داي على فكرة كل دي اكتراحات وكل دي افكار ممكن تنفذ اصلاها كلها قابلة للتنفيذ ما فيش ولا فكرة من غير بنقولها يعني خيالية وما فيش حاجة تمنع يعني كله وده اللي عجبني يمكن في انه انت كاتحاد كرة شغلتك مش بس انك تدير المسابقة وخلاص لانك تنظمها وانك تطورها واخبالك ولذلك ضرورة وجود ادارة فنية طبعا فيه المدير الفني دكتور محمود سعد بس ايه انه يسمح له انه هو يعني يفكر ويسمح له انه هو يضيف الى بعض الافكار اللي موجودة او ادارة فنية كاملة تبقى مسؤولة عن بحث ايه يعني مثلا فكرة المدرب ده اللي هو المدير الفني اللي ما يدربش غير ناديين او كده دي ما احنا فكرنا فيها بناء على ايه على الواقع اه على الواقع انا اعتقد يعني بسبب المشكلة وانك من كلام ده من سنين لكن زادت شوية او السنة دي الانتقالات كانت كثيرة جدا وحضرتك قلت الفكرة رائعة يعني خلي بالك في الاخترا ما بيحدش بيحترف إلا ما يكون لعيب دولي بالزبط يعني انا حتى لما روحت سويسرا قيمة الفاليو انك لعيب دولي ده قيمة كبيرة جدا وبتعلي قيمة الدولي نفسه انت لما تحط باند انه اه لعيب انت بتقول من الدرجة المولة والتالي تويمكن بداية مشواركو في الاحتراف كان معتمد على كده يعني بعد سنة تسعين انت مش بس كنت لعيب في النادي الآلي لانت لعيب في المنتخب وبالتالي لما بتروح هو بيشوف السي في بتاعك فهو عارف انه يستفيد من وجودك فأي نادي من الاندية عنده في الدولي الانجليزية لو ما لعبتش خمسة وسبعين في المية في الآخر يعني في الفترات الاخيرة مع المنتخب بلدك ما بتروحش أصلا ما يكونش عندك حق وبالتالي المستوى زي ما حدرك بتقول حجيب لعيب على مستوى عالي فالدوري بتاعك هيبقى أقوى بشكل كبير وحتاخد الفاليو أعلى والإنبيسمنت فلوس هتبقى أكثر كمان للدوري تسويق يبقى أكثر فكل دي أفكار مهم قوي يعني ما هو كويس قوي ان انت بقى عندك فيه شوية تفكير فيه مواصفات اللعب الأجنبي اللي انت هتسمح له او هتسمح للأندية بتاعتك انها تتعاقد معاه لانه في النهاية انت محتاج أول لعب الأجنبي بس اللي يكون على مستوى يعني ما بقاش كده اي حد ماشي مجرد ان هو جنسية أخرى هتعاقد معاه لازم يبقى فيه شروط معينة لانه حتى لو جاء اخد فرصة بتاعة لعب وطن محلي على الأهل اللعب المحلي ده يشوفه ويتعلم منه او هيشتغل أكتر ويحارب أكتر ويشتغل أكتر وعشان يبقى مستوى فيه حوافز فيه حوافز يتبقى موجودة وفيه دوافع يعني بالزبط كده ده بالنسبة للايحة الاتحاد الكورة تعالى ناخد حضرتك لملف الدوري ومش حبدأ طبعا احنا دايما بنبدأ من النادي الأهلي والقمة خلينا النهاردة كان فيه مباريات خاصة مباراة أسوان وحرس الحدود يمكن حددت بشكل كبير الطرف التالت او الفريق التالت على الورق لسه طبعا الامور مش رسمية لكن شفت مباراة حرس الحدود وأسوان ازاي وتلاها مباراة الزمالك والتعادل مع ودي دجل بوس حددك هو طبعا الدوري زي ما احنا عارفين محسوم من فترة كبطل النادي الأهلي الصراع من فترة هو على المركز الثاني اللي هو اللي يسمح بمشاركة صاحبه في دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد طبعا تعادل الزمالك النهاردة اعتقد انه مش بس عشان الزمالك ما قداش كويس لانه ودي دجلة برضو قدى مباراة لا بأس بيها طبعا لا بأس بيها ومهتم بانه هو يعني يقدم عرض كويس وياخد برضو نقطة فبالتالي انه قصة الهبوط يعني فيه فريقين ضمنوا نهائيا بلا رسميا اه بلا مناشا يعني انه هما دول هبطوا الى دوري القسم التاني ده اذا حصل الهبوط مالسا مش عارفين ما كان فيه كلام اشعاعات لا لا اذا حصل الهبوط كان فيه كلام اشعاعات بس ما اقدرش انا اتكلم عنها كحقيقة لكن هما دول عمليا هبط الى دوري الدرجة التانية نادي مصر 21 نقطة طنطة 18 نقطة هبط الى دوري الدرجة التانية عندك دلوقتي عرس الحدود هو الاقرب للهبوط عنده 30 نقطة ده يعني علشان يقعد في الدوري ده لازم يكسب ماتشاته وحتى الماتشين اللي جايين يعني حتى كسب الماتشين بقى 36 حتى نتائجه متوقف على نتائج الاخرين لانه فيه مجموعة فرق برضو دخلة يعني عندك الجونة 34 وادي دجلة 35 طلاقع الجيش 35 يعني كل دول دخلين برضو في الخطوة طورة على ضوء الماتشين على ضوء الماتشين القادمين لكل فريق هيبقى الموقف محتاج تركيز جامد صعب جدا يعني موقف صعب جدا ويمكن ده بان من خلال المباراة أسوان النهاردة مباراة حرس الحدود في الداية الأخيرة كان طبعا حتى التعادل كان ممكن يعني حتى لو التعادل حرس الحدود ممكن نقطة يقولك يعني لكن الأمور بقى صعبة آه هي بتبقى صعبة وبعدين أنا بشوف برضو التعادل معرفش يعني أقرب للهزيمة خصوصا في المواقف الصعبة يعني الفورس بيفرق لأنه 3 نقاط التعادل بياخد نقطة من 3 أسوان أنا بقول أن هي مع كشري صراحة يعني تستحق أنها تبقى وأنا بقول أن أحمد كشري استلم الفريق في وضعية صعبة جدا لكن وده طموح المدرب بقى ما يبقى من أدم تحدي وعنده يعني وعرف أنها عرف أنها كرة قدم وأنه ممكن يحاول وممكن يلعب وممكن يكسب أنا شفت مباريات أسوان مع كشري أداء مختلف تماما يا كابتن هاني عن الأداء قبل كده يعني فبالتالي أنه قصة المباريات القادمة هما مبارتين أو جولتين حيبقوا صعبين جدا على الفرق اللي عايزة تبقى لأنه أي غلطة بفورة حرس الحدود أماله ضعيفة جدا خلاص نادي مصر وطنطة دول هبط حرس الحدود يعني والجونة لسه لكن أعتقد الأمور بقت صعبة جدا ومحتاج معجزة بلغة الخورة أنا محتاج معجزة مركز التاني المركز التاني بقى مشكلة دلوقت يعني بعد التعادل طبعا طبعا لأنه خصم ثلاث نقاط اللي هما بتوع مبارات الأهلي من فريق نادي الزمالك بقى موقف اللي هما هيخصمه احنا لسه هنشوف لها قصة بعدين دي ممكن تصور القصة دي لا مش تصور ولا حاجة هي عزب القانون الطبيعي دلوقتي نادي الزمالك 65 نقطة ولكن هتشيل تلاتة يبقى 62 نقطة لو كسب الماتشين اللي جايين هيبقى كام يعني هو دلوقتي الطبيعي بيراميدز في المركز التاني ب63 نقطة حاليا بيراميدز في المركز التاني 63 نقطة عنده مباراته مع الأهلي وفيه مباراة أخرى مع أعتقد المقاولين دي المباراتين المتبقياتين الزمالك عشان ياخد المركز التاني لازم يكسب الماتشين وينتظر أي إخفاق لبيراميدز وبييراميدز المبارات اللي فاتت بصراحة كمان يعني كان كان مبارات أنا شفتها ضائع على فرص كتيرة جدا وبرضو تحية لنادي مصر كان عامل مباراتة فعية بشكل جاي وكسب واحد صفر بصعوبة يعني محمد فاروق في ديعة أربعة خمسة تسعين وكان اللي جدا إن هو خلاص لو كان حتى تعادل كان أعتقد الأمور في المركز التاني هو الزمالك لو ما كانش مهدد بخصم التلات نقاط أو لو ما كانش ده يحصل كان يبقى مستريح إنما دلوقتي الموقف غاية في الصعوبة بالنسبة للزمالك ويمكن أنا سمعت بعض الخبرة الزمالكوية بيتكلموا في هذا الأمر والاتفاق واضح إنه الزمالك يكسب الماتشين وبراميدز يتعصر لأنه لو لو الزمالك كسب وبراميدز أنا مش عايزين نقوله يكسب لأنه في مباراة مع الأهلي المباراة يوم الحد إن شاء الله يوم الحد فلو كسب الماتشين يعني لو مشت النتائج كده هيبقى على طول بيراميدز التاني يعني قد يكون للنادي الأهلي بإذن الله يعني قد يكون له قرار أو يد إنه الزمالك يلعب في وهو عايز يستعد المباراة قوية جدا إن الأهلي دلوقتي يهمه إنه هو يكسب الماتشين الجايين مش هقولك ماتشين في الدوري المتبقيين لأنه الآلم ومش محتاج لو كسبت ماتشين أنت هتوصل لعدد نقاط أعتقد حاجة وتسعين نقطة يعني هتوصل للنقطة واحد وتسعين هيبقى ريكورد بالنسبة للنادي الهلي سواء من ناحية عدد النقاط أو من ناحية عدد الانتصارات عدد المرات الفوز أعتقد كان أكبر 27 فوز فأنت معادي الموضوع ده أو هتعدي ده وصلت كم 27 يعني الفوز واحد يبقى أنت عملت ريكورد وفي نفس الوقت الريكورد كمان النقاط صحيح ما لعشك كيف أقول لحدك أنه الآلي بيلعب في منطقته يعني مش باصص حتى لما يعني 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 زي ما بيقوله إيه إنجاز التعبير بيتفوق على نفسه أو بيحاول أنه يبقى أفضل أمام جماهير وإنجاز أنت شايف أن نادي الآلي بقى أفضل مع موسيماني جدا أنا شايف أنه فيه تحسن واضح مع موسيماني لأن إحنا كنا متفقين على نقطة أن الآلي مع فيلر في النص الثاني بعد كورونا بعد العودة يعني بعد استقناف ما كانش الآلي ما كانش بنفس شكله مع فيلر في البداية قل لي الفرق اللي أنت شفت كناقد رياضي وعندك خبرة يعني شفت إيه الفرق ما بين النادي الأهلي مع موسيماني خلال مباراة المؤولين وإنبي ومع بايلر قبل يعني رحل بايلر فيه تحسن وفيه رغبة وفيه أداء قوي هم هم نفس اللعيبة تقريبا يعني أنت بتتحرك برضو في عدد ممكن اللعيب النهاردة مايلعبش يجي بداله يجي الماتش الجاي يرجع يعني أنت بتدور في فلك مجموعة لعيبة أنا بقول أنه روح الفوز دي نقطة مهمة جدا هي اللي بتخلي اللعيبة تطلع أقصى ما عندها ل إمتاع الجماهير يعني أنت المفروض أنت دلوقتي لو لو الوضع زي ما هو لو الأوضاع زي ما هي طب ما يحصلش التغير في الأداء والنتيجة خلي بالك هو لعب مع فريقين مهمين طبعا المقاولين وإمبي المقاولين وإمبي وإنت كسبت المقاولين بضرب الجزاء كسبت إمبي بسلاسية وضيعت أهداف كتير فبقى فيه عندك الدافع يعني فيه دوافع جديدة مع قدوم موسيماني فيه لعيبة ابتدت تحاول تثبت أمام المدير الفني الجديد أنه هم يستحقوا التواجد اشتراك صالح جمعة في آخر ربع ساعة مثلا كويس جدا برضو دي نقطة مهمة أنا بشوف مثلا أن أحمد فاتحي مع موسيماني بدأ يعني يعود بلعب بك شمال بلعب بك شمال أملا بلكده بس لعب أملا بك أحمد أحمد فاتحي زوكر ما شاء الله عايز أكلم حضراتك ونتناقش فيها اللي اللفت نظري في مباراة اللي فاتت بالذات إن انتشار النادي الأهلي بقى أفضل النادي الأهلي مش متعود يلعب الكوار الطويلة الجوني التاني وكان بيبقى فيه فراغات فيه فراغات فوستر ملعب جدا فنقلت وبناء الهجمة أنا شايف إن دوت اختلف طبعا جزء من تفكير موسيماني لأن احنا كنا بنتفرج عامة حتى القرى جنوب أفريقيا وصاندونز بيبنوا من تحت بشكل كويس والأهلي عنده الإمكانيات وظهرت الإمكانيات دي وشكل النادي الأهلي خاصة في الشرط الأولاني كلها بتتكلم على إنه موسيماني أو الآلي مع موسيماني شكله اختلف وبرضو المدرب الجايد يا كابتن هاني اللي هو من أول ما يتولى تدريب فريق بصماته تبان بتحس بحاجة جديدة حسنا يعني طبعا إحنا لا نغفل دور اللعيبة لكن برضو وجود العنصر التدريبي أو المدرب اللي يبان بصماته بسرعة كده يبقى ده زي ما قلنا قبل ما ييجي موسيماني إحنا قلنا يمكن برضو مع حضرتك هنا كنت أنا والقوسي أحمد القوسي اتكلمنا على إن موسيماني عايز ياخد تجربة جديدة مع نادي كبير يعني يعني هو تحدي بالنسبة له تحدي بالنسبة له فنزل على طول اشتغل لقالك بكرة ولا هريح ولا هتفرج على الماتش ولا مفيش كلام من ده هو نزل اشتغل على طول وبعدين أنا عرفت كمان إنه هو عمل اجتماعا مع المدير الفني اللي قطاعي الناشئين لحقيقا ولبحث مسألة توحيد طريقة اللعب ما دي نقطة برضو كويسة جدا وبعين كان فيه كامل عيب في القايمة الأخيرة كان فيه خمسة عربي بدري اشتغل ووظفه وخلي بالك العربي بدري مع فايلر كان بلعب وسط الملعب بالزبط ووظفه بكي مين يعني عشان برضو هو عنده يعني فكر معين بيحول يطبقه ده ما أنا بقولك طالما الراجل بيشتغل بفكر وبعدين ضم مجموعة الناشئين حتى لو ما لعبوش ده مهم جدا انت يعني اي لعيب ناشئ أملوا ان هو يخش القايمة بتاع الفريق الأول ان شاء الله احتياطي لانه ده بيديله برضو دافع وبيديله موتيفيشن او دافع قوي جدا انه أنا عايز بقى المرة الجاية يلعب مش بس بقى في القايمة يعني اخذ نص ساعة اخذ ربع ساعة ممكن المتش اللي بعدين ابدأه وهكذا يبدأ يخش في الفريق باين يعني انه الاهلي مع موسيماني حيبقلو شكل تاني ان شاء الله ومن ضمن الحاجات الإجابية برضو استمرار تقالك مروان طبعا 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 مهم جدا وعلى فكرة عودة مروان مروان كل المداربين اجمعه في اسوأ الفترات اللي بيمر بها مروان على انه هو مهاجم صح يعني مهاجم 100% يعني ينطبق عليه كل مقومات ومواصفات المهاجم الجاية ممكن بعض الناس تبصلوا على انه فرص ضاعت حاجة مش عارقا لكن الكل بيجمع على انه مهاجم جايد ويمكن احنا شفناه برضو في المباراة الأخيرة بيحرز هدفين عندك يعني فيه مروان مكسب لما يرجع لك بحالته واضح انه فايق يعني لما يرجع فايق انت محتاجه بالزبط يعني هو مروان ان شاء الله لو مش بهذا المستوى اعتقد ان شاء الله بإذن الله كمان يبقى مفيد جدا مفيد جدا للنادي الأهلي لانه حس انه فايق والجوني التاني اللي جابه حسيت بالهدوء ساعات لما كانت الضغوط كبيرة على مروان كنت بتحس انه في 18 نيرفز يعني عصب شوية والكرة بتدعم انه مش مركز بتدى يهد على الكورة وده بان في الجوني التاني وده بيفرق جدا على فكرة في يعني حسن تصرف المواجم برضو لما يبقى اها اداء ايادي صحيح بيعرف يعمل ايه جوه التمنتاشر بيعرف يوظف موهبته امكانياته لخدمة فرقته تفتكر ممكن رحيل بايلر يكون شيء ايجابي بالنسبة لصالح جمعة انه هو ممكن تاني يرجع ويخش القيمة ويقدي مرح دوقرا الاخيرة شارك الربع ساعة الاخيرة انا اقول الحدودك ليه لانه برضو ممكن يعني تغيير المدرب ممكن يكون مدرب بوجهة نظر وفي صالح جمعة انه مش هيلعبه غير لما يبقى فت 100% وده ممكن يبقى وجهة نظر نختلف معاه شوية ماهو انت عشان هوا يبقى فت لازم يلعب لازم يلعب لازم ياخد جزء حتى يعني هو عمل معا كده بس كان صالح وزنه زايد قوي وما خدش الفرصة الكاملة لكن لو موسيماني ممكن يكون موسيماني مقتنع بان صالح جمعة لعيب كويس شايفه وعارف فبالتالي لما يبتدي يدخلوا هتدخلوا امتى في التيم في الفريق هتدخلوا امتى دلوقتي انت كسبان دوري وضامن لو معرفتش تستفيد منه وتوظفه واتدخله وتحاول تستعيده تاني ده مهم جدا استعادت صالح جمعة واداءه كان يعني قيم لي برضو اداءه انا شايف انه هو بالمقارنة وبالنسبة لانه هو ما بيلعبش خالص انا شايف انه من عشكيه بقول لحيوتك مع الوقت هيجي يعني بس مش هيجي هو برا لازم يبقى موجود اللاقت المباريات اه ويمكن تغيير فايلر ممكن يبقى في صالحه يعني انا بقول لك قريت حاجة ما عرفش مادة صحتها انه احمد فاتحي نفسه انا بقول لك اللي قريته هو صحيح متعاقد مع بيراميدز وبيكمل الموسم بمنتقى الاحترافية مع النهد الغالي ده حييي حاجة يحيي عليها جدا يعني انما انا سمعت انه كمان احمد فاتحي ابتدى يعني انا بقول لك اللي تقال ابتدى يفكر انه ممكن يقعد في الاهلي بعد رحيل فيلر مش لان فيلر وحش معنى انا مش بنتكلم ممكن يكون موسيماني يتكلم معه ممكن ورد جدا يتكلم معه بشكل ودي ممكن جدا يكون اللعيب برضو كبير محتاج خبرة طبعا محتاج ان نادي او مش نادي ان مدربه يبقى محتاج له يبقى عايزه يعني احنا بنشوفه معتمد على احمد فتح جدا فاحمد فتح كلاعب كبير وخبرة وتاريخي يعني في كرة القدم المصرية وفي النادي القالي انا بقول انه برضو مبسوط الفترة دي ما فيه فارق بين لعيب بيلعب هو مبسوط انا بحسب كده هو قدم البروة جايدة جدا بكش مال مع اني كان ساعات بيجي لي بعض التحفظات شكل الاداء وآحمد فتح بكش مال على اداء ولكن انبارح يمكن صنعكبوني في شكل هايل وروح لسه عالية ويحسب له النوبيل هو طبعا مش مركزه يعني هو لما لعب حتى مع المنتخب في كاس الامم الافريقية لعب لان كان كوبربين كان مضطر ان هو يلعبه في التوقيت ده في نقص في اللاعبين فمعنى ان هو يبقى عنده لعيب جوكر يلعب ممكن يمشي له مبارا يمشي له مبارتين هو مزنوق معاه عايز حد في المركز ده فطبعا اداءه مش هيكون زي اداء احمد فتحي كظاهير ايمن ده حقيقي بس بيؤدي اداء مرد ولما بيلعب سنتر هاف باك او بيلعب سرد باك وبلعب وسط ملعب مدافع وبلعب باكي يعني عنده القدرة على انه هو يطور اداءه حسب المكان اللي هو فيه او يؤدي بشكل كويس استاذ جمال بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ربنا كريمك وعلى مواتي ووجودي معك شكرا جزيلا بعد الفاصل لقاءنا مع الكباتن الكبار الكابتن شريف عبد المنعم وكابتن عدل عبد الرحمن اشتركوا في القناة